المسؤول المصري المسؤول البريطاني المسؤول الأمريكاني الدكتور الباكستاني أي دكتور من أي جنسية تعجب حضرتك أو حضرتك بينصحه بالتهوية والكمامة وغسيل الأدي والله بقى لو كان كورونا 190 مهما كانت تحوراته الثلاث حاجات دول هما اللي تحميكم من أي نوع من التحور احنا بس بنقول لحركة معلومة علشان تبقوا فهمينها يبقاش فيه فرصة إنه يسمعوا كلام مش علمي فيما يرتبط بمسألة التغيير أو التحور اللي بيحصل ده قصة حياة الفيروس زي ما كان بيقوله وزي ما علننا لحرككم أو تابعنا محرككم وقعدنا على حرككم الكلام اللي قاله لنا الدكتور عاد تاج الدين يوم 1 سبتمبر عن هذا الموضوع التعليم العالي وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية جزء كبير جدا من الصحة في مصر يعني القطاع الصحي في مصر مش بس مرتبط بوزارة الصحة لا عندنا كيام عندنا فوق التلاتين أعتقد فوق التلاتين مستشفى جامعي بساعات كبيرة جدا ترتبط بوزارة البحث العلمي واللي تم الإعلان النهاردة عن زي إنه الأصل العيني الفرنساوي عدد من المستشفيات التانية هي اللي هتبدأ تستقبل المرضى لكورونا مستشفيات كمستشفيات عزل وإنها جاهزة لاستقبال الناس إذا دعت الحاجة أنا معنا الدكتور حسين عبدالغفار برحب بحرك معنا يا فند مساء الخير ساشلي تحياتي لحضرتك ومشهدية حول راك الكرام يا حنظم وقبل أن نبدأ أنا بس أقول لها إن إحنا عددنا 115 متشفى جامعي في هذه المداخلة ولعل في المداخلة الجاية ممكن العدد بيضيب عن كده الله الله طيب أنا بعتذر كويس إن حرك صح المستشفيات اللي تم الإعلان عنها النهار دا يا فند إحنا بعد توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه زيارة الساعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية التي تستقبل مرضى الكورونا كلها ولا قطاعات منها لا إحنا عندنا نوعين من الاستقبال فيه عندنا مستشفيات مخصصة بالكامل زي لحضرتك ذكرته في الجامعة القاهرة عندنا مستشفى القصر العيد فرنساوي ومستشفى البطنة وفي عين شمس عندنا المستشفى الميداني ومستشفى العبور التخصصي ومستشفى طد المسنين أو الشائد أحمد شوقي فيه أقسام بقى زي فيه الأزهر فيه عندنا الحسين وسيد جلال فيهم أقسام للعزل وكذلك مستشفى الزهراء فيه جامعات أخرى زي كفر الشيخ هناك أقسام للعزل يعني عمدا الجامعة اللي فيها أكتر من مستشفى بيتم تلغالي تخصيص مستشفى بكامله الجامعة اللي فيها مستشفى واحد أو عدد أقل من المستشفيات بيتم تخصيص أدوار منفصلة للعزل بحيث أنه تكون لها مسارات مختلفة أماكن الفقوصات والأشعة تبقى مستقلة عن بقية المستشفى دينا